السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا فيكم في حلقة جديد من حلقات نيلي أندل رزور اليوم رح نحكي عن أم المؤمنين ميمونة بنت الحارث رضي الله عنها إنها أم المؤمنين الحادية عشرة وزوجة رسولنا الكريم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم إنها السيدة ميمونة بنت الحارث رضي الله عنها ميمونة قبل الإسلام هي برة بنت الحارث الهلالية هكذا كان اسمها قبل الإسلام فغيره الرسول صلى الله عليه وسلم إلى ميمونة وأمها هندو بنت عوف بن زهير بن الحارث تزوجت بن مسعود بن عمر الثقافي ولكن لم يدم هذا الزواج فطلقها ثم تزوجها أبو رهم بن عبد العزة ولكنه بعد فترة مات وتركها وحيدة إسلامها أشرقت شمس الإسلام على أرض الجزيرة العربية وبعث النبي صلى الله عليه وسلم فأسلمت أختها أم فضلي نبابة بنت الحارث وكانت أول إمرأة تسلم بعد خديجة رضي الله عنها وتبعها أخواتها جميعا ومعهن ميمونة رضي الله عنها قصة زواجها من الرسول صلى الله عليه وسلم لما هل حلال شهر دن قعدة سنة سبع من الهجرة أمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يخرجوا لعمرة القضاء وسميت بعمرة القضاء لأنها كانت عن عمرة حديبية حينما رفض المشركون دخولهم قبل عام أسرت ميمونة إلى شقيقتها أم الفضل وزوجتها من نبي العباس بما تمنت فقد تمنت أن تكون زوجة لرسول الله صلى الله عليه وسلم لتلمس عظمة الإسلام عن قرب وتشارك النبي الكريم حياته وجهاده أفضت أم الفضل بهذا إلى زوجها العباس وصار العباس إلى النبي صلى الله عليه وسلم يحدث عن ميمونة المسلمة المؤمنة وقال له ولقد صار لا زوج لها بعد أبي رهم فهل لك أن تتزوجها وانقضت الأيام الثلاثة التي نص عليها صلح حديبية على أن يقضيها الرسول والمسلمون بمكة فأرسلت قريش إلى الرسول تقول إنه قد انقضى أجلك فاخرج عنا فقال يرد على رسل قريش ما عليكم لو تركتموني فأعرست بينكم وصنعنا لكم طعاما فحضرتموه فقالوا لا حاجة لنا بطعامك فاخرج عنا فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم مغادرا مكة مخلفا بها مولاه أبا رافع ليصحب برة ميمونة عند خروجها من مكة للحاق به وبما كان اسمه صرف على مسافة قريبة من مكة نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم ينتظر عروسه ولم يرضى الرسول عن اسم برة فسماها ميمونة تيمنا باليوم الميمون الذي دخل فيه المسلمون مكة لقضاء عمرتهم بعد أن حرموا منها سبع سنين وكانت ميمونة آخر زوجة زفت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم شهادة الرسول صلى الله عليه وسلم كانت ميمونة رضي الله عنها عابدة لله عز وجل تصوم النهار وتقوم الليل وتفعل الخيرات وقد شهد لها الرسول شهادة عظيمة قال صلى الله عليه وسلم الأخوات الأربع ميمونة وأم الفضل وسلمة وأسماء بنت عميس أختهن لأمهن مؤمنات حدود الله كانت رضي الله عنها حريصة كل الحرس على إقامة حدود الله لأنها تعلم يقينا أن الحياة الطاهرة النظيفة لا تكون إلا مع شرع الله فقد كانت دقرابة لميمونة دخل عليها فوجدت منه ريح شراب أي خمر فقالت لأن لم تخرج للمسلمين فيجردوك أي حد الخمر لا تدخل علي أبدا مرض الرسول صلى الله عليه وسلم كان أول ما اشتكى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيت ميمونة رضي الله عنها وكان من عادته الطواف على نسائه فلما اشتد به المرض طلب من نسائه أن يمرت في بيت عائشة رضي الله عنها فقبلت ميمونة عن طيب خاطر مرضا للرسول صلى الله عليه وسلم وشاركت في تمرضه والعناية به وعاولت أختها أسماء على صنع الدواء الذي أشار بصنه العباس ليصب في فم الرسول صلى الله عليه وسلم في غيبوبة المرض ليستشفى به وكانت أسماء قد تعلمت صنع هذا الدواء أثناء مقامها في الحبشة ولكن الله شاء أن يرحل الرسول صلى الله عليه وسلم عن الدنيا فأظلمت لموته المدينة فانتقل إلى رحمة مولاه تاركا تسعة من الزوجات أمهات المؤمنين رضي الله عنه وصلنا إلى نهاية قصتنا الجزء الأول انتظرونا في الجزء الثاني من قصة حياة السيدة ميمونة بنت الحارث رضي الله عنها